السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأحد الثالث عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني الفين واثنين وعشرين جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا نبدأ أصدقائي بالموضوع الأول وزيرة الداخلية أعلنت عن خطتها لقانون جديد تعمل على إخراجه للوجود بالقريب العاجل وهذا القانون لم يدخل بعد حيزة التنفيذ هو الآن بطور العمل وطور الإنجاز وتقول وزيرة الداخلية السيدة فيزة بأن هذا القانون هو من أجل الحد من الجريمة المنظمة ومن الفساد الإداري ومن العمل بالأسود وقالت كل سنة يتم غسل الأموال بشكل كبير ويتم إدخال أموال غير قانونية إلى الاقتصاد الألماني لذلك هدفها بالأشهر المقبلة إخراج قانون هذا القانون يكون هناك حد نقدي يقدر بعشرة آلاف يورو كاش يعني باغ جيلد يعني الفلوس النقدية الكاش وهذا الأمر تقول الوزارة أنه سوف يمنع من غسل الأموال وسوف يجعل عملية غسل الأموال صعبة في ألمانيا لأن حسب آخر التقارير الصحفية وما قالته الشرطة الألمانية قالوا بأن هناك عدد كبير من الناس إما يكونون مثلا عاطلين عن العمل أو يكون عندهم عمل بسيط ورغم ذلك الشرطة عندما تكون مدهمات للشرطة إلى آخره يكونون دائما يسوقون سيارات فاخرة للغاية أو يجدون كمية كبيرة من الدهب أو يجدون كمية كبيرة من النقود تصل إلى خمسين ألف يورو مئة ألف يورو مليون يورو محطوطة عندهم في البيت ومصدرها مجهول لذلك يقولون بأنهم يرغبون بإنهاء هذا الأمر وزيرة الداخلية أيضا قالت بأن الزمن الذي كان فيه بعض الناس يذهبون مثلا عند الجواهر ويشترون جواهر أو يشترون دهب بـ 30 ألف يورو ويضعونها هكذا كاش يعني باغت صالونغ هكذا نقود على الطاولة أو يشترون مثلا ساعات غالية التمن ويشترونها بـ 8 كاش قالت بأن هذا الأمر سوف ينتهي بالمستقبل وبالقريب ولذلك هي تعمل على وضع حد أدنى يعني كحد أقصى يعني حد أقصى يمكن الشخص مثلا أن يتعامل به بالنقود الأوراق النقدية أو عن طريق الكاش هو عشرة آلاف يورو وإذا تجاوز ممنوع وإذا تجاوز يمكن أيضا أن يبدأوا يسألوا الشخص لماذا تمتلكوا هذه الأموال الكبيرة لأنه يرغبون بالحد من الجريمة المنظمة ويرغبون بالحد أيضا من العمل بالأسود كما قالت الوزيرة ويرغبون أيضا بالحد من الفساد أو من الرشوة لأنهم يقولون بأن مثلا العمل بالأسود لا تكون هناك تحويلة بنكية الرشوة لا تكون هناك تحويلة بنكية التعامل بالمخديرات والممنوعات لا تمر عبر تحويلات بنكية إنما تمر عبر تحويلات أو إعطاء الفلوس هكذا بأوراق نقدية لذلك عشرة آلاف يورو هو الحد الأقصى إلى آخره وهي تظن بأن هذا الأمر سوف يحد من الجريمة وسوف يحد من غسل الأموال وسوف يحد من السارقة ويحد من العمل الأسود ومن التهرب من الضرائب ما رأيكم أصدقائي بهذا القانون؟ قرأت أنا كثيرا صراحة من تعليقات بمواقع الصحف الألمانية لمواطنين الألمان هناك من الألمان من رحب بالأمر وقال إنها فكرة جيدة لماذا هناك بعض الناس يخافون من التعامل عبر التعاملات البنكية فعلى الجميع أن يتعامل بالتعاملات البنكية وليس على الناس التعامل كثيرا بالنقود الورقية لكن قرأت أيضا بأن هناك فعلا فعلا مجموعة من الألمان الغاضبين من هذا القانون الذين يقولون بأنهم يعملون بالأبيض وفلوسهم كلها بالأبيض لكن هم يخافون على مستقبل النقود الورقية ويتهمون بأن هناك بعض اللوبيات بالعالم التي ترغب بسن هذه القوانين من أجل القضاء على العملة الورقية الكل يلتجئ إلى اليورو الرقمي الذي تخطط له أيضا جميع الحكومات العالمية بالمستقبل والكل يتجه إلى البنك كي تتم مراقبة جميع الناس ويعرفوا ماذا يأكل الشخص ماذا يشرب الشخص ماذا يشتري الشخص أين يذهب الشخص أين يأتي الشخص لأن من يتعامل فقط بكرت البنك يعرفون عنه كل شيء الآن أصدقائي سوف نمر إلى خبر آخر هذا الخبر هو خبر أصدقائي جيد جدا لمن عندهم إقامة لجوء إما لجوء حماية تانوية أو لجوء كامل في ألمانيا الحكومة الألمانية ترغب الآن وقف إعادة فحص طلبات اللجوء للاجئين في ألمانيا لنبدأ القصة نعلم بأن حاليا ألمانيا ووزارة الداخلية تصرخ ويقولون أعداد كبيرة من اللاجئين دخلوا إلى ألمانيا لم نعد نستطيع استيعاب هذا الكم الكبير من اللاجئين دخل إلى ألمانيا تقريبا مليون لاجئ أوكراني ودخل أيضا إلى ألمانيا عن طريق البلقان تقريبا مئتي ألف لاجئ من جنسيات مختلفة لذلك وزارة الداخلية الألمانية ترغب الآن بتقوية غلق الحدود وحراسة الحدود ومنع تدفق اللاجئين خصوصا من النمسا أو من التشيك وأيضا التعاون مع سربيا ومع تركيا إلى آخره وحراسة الحدود البحر الأبيض المتوسط لكن رغم ذلك يقولون بأن ألمانيا ومكتب البنف عليهم ضغوط كثيرة لأنه يجب عليهم النظر في طلبات اللاجئين الجدد وعليهم أيضا حسب القانون القديم فحص طلبات اللاجئين القدامة لأنه نعلم بأنه كل شخص جاء إلى ألمانيا وقدم لجوء بعد ثلاثة سنوات أو إلى خمسة سنوات مجبرة البنف الدولة الألمانية بإعادة فحص طلب اللجوء للنظر هل هذا الشخص ما زال يستحقه اللجوء أو ظروف بلده تحسنت والأمور التي جعلته يترك بلده تحسنت وخلاص انتهى الأمر الخاص بلجوءه قالوا بأنه هذا الأمر يعمل على مؤسسة بنف ضغطا كبيرا لذلك قرروا الآن ويرغبون الآن بإلغاء هذا الأمر وقالوا بأنه اللاجئين الذين حصلوا على لجوء في ألمانيا لن يعاد فحص طلبات لجوئهم بعد ثلاثة سنوات أو بعد خمسة سنوات سوى أصدقائي من يرتكبون جرائم أو من يتأكد بأنهم أعطوا أوراقا مزورة أوراق تبوتية مزورة سوف يعاد مجددا الفحص طلب لجوئهم أو الأشخاص الذين أخذوا لجوء وحصلوا على لجوء وتبين أنهم قاموا بزيارة بلدانهم الأصلية وهم يقولون بأن بلدانهم الأصلية هم هربوا منها بحتا عن الأمان في ألمانيا فألمانيا ستقول لهم كيف أنتم تستطيعون السفر لبلدكم إذا ليس عليكم خطر فهؤلاء ستعاد فحص طلب لجوءهم ويمكن أن يسحب منهم اللجوء البقية قالوا بأنه لن يعاد فحص طلب لجوءهم وهذا أمر جيد لأن هذا الأمر كان أيضا عائقا لعدد كبير من الأصدقاء الذين استوفوا جميع الشروط شروط الإقامة الدائمة وشروط الجنسية وكان هذا الأمر لأنه لم يعد فحص طلب لجوءهم ولم يأتي قرار بعد ثلاثة سنوات أو خمسة سنوات من مؤسسة البنف تأخرت ملفتهم إذا ألغي الآن هذا الأمر عدد كبير من الناس الذين استوفوا الشروط في ألمانيا شروط الإقامة الدائمة أو شروط الجنسية الألمانية وعندهم العمال عندهم شغل عندهم لغة عندهم بيت عندهم كل شيء يستطيعون الآن أن يقدموا بسلاسة وأن يبقون في ألمانيا مدة طويلة أو بشكل دائم أو يحصلون على الجنسية أو على الإقامة الدائمة هذا الأمر يعارضه حاليا حزب تسي دي او لأن حزب تسي دي او يقول الأمر ليس جيد سوف يجعل اللاجئين يبقون بشكل دائم في ألمانيا وحزب تسي دي او يقول اللجوء عندما نفهمه هو فقط إقامة مؤقتة للشخص إلى أن يستطيع الشخص العودة إلى بلده لكن الحكومة الألمانية ترغب بإلغاء هذا الأمر لكن هذا لا يعني بأن الشخص لو ألغي هذا الأمر سيحصل مباشرة على الجنسية أو يحصل مباشرة على الإقامة الدائمة لا أصدقائي للحصول على الإقامة الدائمة وللحصول على الجنسية الألمانية يجب أن يستوفي الشخص شروطها مثلا العمل مدة الإقامة في ألمانيا أن يكون الملف نظيف أن يكون عند الشخص لغة أن يكون عند الشخص أيضا سكن وأن يلتزم الشخص بمصروفه وبعد ذلك يستطيع أن يقدم على الإقامة الدائمة أو على الجنسية الألمانية ونتمنى السلامة والتوفيق لجميع وإن شاء الله أيضا نفرح قريبا بالإخوة والأصدقاء حاملي الدلدونغ لأنه الآن ما زال النقاش بالبرلمان الألماني بطبيعة الحال طال النقاش بطبيعة الحال عدد كبير من الأصدقاء يسألون نمارو لماذا النقاش أخذ هذه المدة الطويلة هذا أمر عادي في ألمانيا أصدقائي لأنه هذا قانون جد مهم سوف يستفيد منه تقريبا نصف الناس الذين حصل يعني عندهم الآن دلدونغ للأسف لن يستفيد منه الكل سيستفيد منه تقريبا شي 50% أو 60% هي نسبة جيدة ونسبة كبيرة لكن أصدقائي سوف يرى النور قريبا لأن الحكومة الألمانية قدمت القانون الخاص بالدلدونغ من أجل منح إقامة تجريبية ولله الحمد لعدد كبير من الناس الذين عندهم دلدونغ هذا القانون أو هذا مشروع القانون الآن ينتظرون التعديلات والتحسينات التي سوف تأتي من عند أحزاب المعارضة يعني جميع الأحزاب في البرلمان ستعطي رأيها حول هذا الأمر يعني حزب الـ سي جي او سيعطي رأيه حزب اليسار سيعطي رأيه حزب الباديل اليمين المتشدد سيعطي رأيه ستكون هناك مجموعة من الآراء ستكون هناك تعديلات بسيطة وبعد ذلك سوف يتم التصويت عليه أتابعوا الموضوع وإذا تم التصويت عليه سوف أخبركم إن شاء الله أصدقائي بجميع التفاصيل لذلك من عندهم دلدونك لا تقلقوا لا تقلقوا سيكون الفرج إن شاء الله وإن شاء الله يا رب يستفيد عدد كبير جدا من الناس شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء